بسم الله الرحمن الرحيم وبهين استعين مفصليات الأرجل فلو أجينا بدأنا في أول إكلاس طبعاً هذا السبفايلم أو هذا القروب من هاي الكائنات الحيين قرضت لذلك هما بيعتبروها من الكائنات الحي اللي ملهاش وجود الآن كانت تتميز بأنه فيها زواج من الأنتينا أو ما تسمى قرون الاستشعار إضافة على أنه بايراميوس أبندجز أنه فيها أطراف متشابهة أو أطراف على جانبي الكائنات الحية بشكل عام هذا القروب غير موجود الآن أو قرضت تاري النوع من أنواع الحيوانات لو أجينا على قروب مهم كثير من ضمن مفصليات الأرجل أو الأرثروبودز رح نلاقي أنه الكليسيراتا هو بيعتبروه من الفايلم الكبير واللي بيحتوي على حيوانات فيها أجزاء سامة أو فيها أعضاء سامة وإضافة لوجود اللي هي الكلسيراتا أو الكليسرا الكليسرا اللي هموا هذول في عندنا هوم بسموهم هذول الزوج من الكليسرا اللي هنالكلابات أو اللي بيعض فيهن الكائنات الحية سرح نوضحها إضافة لأنه هاي الحيوانات لا تحتوي ما فيها قرون استشعار ونو مانديبيلز أجزاء الفم البارت ماوث اللي ها مش موجودة عندها زي الكائنات الحي الثاني اللي هي الأسنان والفكوك لذلك بتمتازها بوجود فور بيرز أوف أوكينغ ليكس في عندها أربع أزواج من اللي هي الأطراف واحد ثنين ثلاث أربعة تقريبا أربع أزواج لكن هاذا شو منسميه هاذا منسميه البيديبالب هذا الكبير اللي هون هذا الزوج منسميه البيديبالب أو ما يسمى اللي هو زي اللي بتعتبر ليست فكوك وإنما هاي اللي بيمسك فيها الفريسة أو بعمل كابترينغ أوف بري إذن هاي الخصائص العامة لهذا النوع من اللي هي وطبعا عليها أمثل كثير من اللي هن مفصليات الأرجل أو الحشرات راح نشوف في عندنا طبعا العقرب راح نيجيها بالتفصيل في جزء من الكلي سيراتا هاي أو الكلي سيراتا اللي هو اسمه مرستوماتا المرستوماتا بامتاز بوجود اللي هو تيلسون الذي لهذا الطويل تيلسون وامتاز بوجود الكرباس طيب هل يحتوي على زوج من الخطافات أو زوج من اللي هي اللوامس راح نشوف الآن الجزء البطن إله لاحظ عندنا هذا الجزء العلوي إله راح يكون في عنده آي كومباوند أو اللي هي كومباوند آي اللي هي العيون إضافة على سيمبل آي وهذا الكرباس اللي هو الغطاء اللي بيغطي هذا الحيوان لكن لو أجينا شوفنا طبعا هذا التيلسون وبسيثوسوما هذا الجزء العلوي طبعا هاي بسموها من الكيلي سيراتا لكن لو أجينا شوفنا منلاقي هاي الزوج اللي بميز هذا القروب اللي هو الكيلي سيرا هذا الزوج هون إضافة لوجود اللي هو الماث طبعا تحتيها هون في عندنا القيلز بعض أنواع من الخاشم هو معظم هاي الكائنات الحية بتعيش تيرسيال لكن جزء منها بعيش بالماء لذلك يحتوي على خياشيم هاي الخياشيم خاصة بعملية اللي هي respiration تيلسون at the end of the tilson the error of the open which are called anus and the abdomen بمعنى أنه هذا الحيوان ممكن ينقسم إلى جزئين جزء اللي هو cephalothorax وجزء abdomen يعني الرأس والصدر متصلين مع بعضهم إضافة للجزء الثاني اللي هو منطقة الابدومن هاي الجنيتل أوبريكيلوم الغطاء القيل أوبريكيلوم غطاء الخياشيم إضافة للكليسيرا كناثوباز هاي الأجزاء كلياتها تمتاز بوجود اللي هي تابعه للعقرب نفس نفس فصيلة العقرب لكن هذا من الأنواع الخاصة اللي إله شكل خاص اللي هو الديل أو التلسون اللي بيحرك فيه الكائن الحي في كلاس آخر تابع للصفايلام اللي هو الكليسيرا اللي هو الأركنيدا الأركنيدا بشمل سبايدرز العناكب سكوربيون العقارب تيكس المايتس تيكس ومايتس هم بشبهوا بعض بس هذا اللي هو تبروه العث والماتس اللي هو القمل إذن هذول الأربع أنواع أو الأربع أصناف من الكائنات من الحيوانات تابعة لإشي اسمه أركينيدا رح نشوف إنهم إلهم صفات خاصة فيهم أركينيدا بيمتازوا إنهم بيحتوى على الفور بير أوف ليكز وان تو ثري فور إضافة للتوبادي سيغمت توبادي سيغمت جزئين جسمها طبعا باستثناء المايت والتيكس يعني سكوربيون والسبادر بيمتاز وجود اللي هو السيفالوثوركس الرأس مع الصدر إضافة للأوبدومين هذا الإشي ما بينطبق على المايتس ولا التكس طبعا معظمهم مفترسين بمسك الفريسة وبعملوا واخذ إلها بواسطة حقن اللي هو بعض الإنزام اللي بيؤدي إلى امتصاص الفلود انتو فارنكس ساك فلود انتو فارنكس إذن هذا الأركين بشمل اللي هو المائس والتيكس سبايدر سكوبيون لو خدنا الجزء البطن إلو رح نلاحظ اللي هي منطقة الأبدو من هون هاي الفور pair of legs 1, 2, 3, 4 and there are some of mandible and chelicera هاي chelicera اللي بيعمل فيها زي الأنياب بسموها الأنياب الخاصة بهذا النوع من هاي الحيوانات prosoma or cephalothorax 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 نفسها they are consist from two words sephalo thorax sephalo thorax sephalo منطقة الرأس و thorax منطقة الصدر لما يجو مع بعضهم بيكون اندماج به الحيوان هذا ما بين اللي هو منطقة الرأس ومنطقة الصدر لذلك بسميها sephalo thorax لو انتقلنا للسكوربيون يعني العقارب طبعا العقارب عالم خاص لوحده بمتاز السكوربيون they have long period which are not taking of the food and the assom of pedipalb شوفوا هاي الpedipalb هذا اللي بجمع فيها the capturing of their food and chelicera أو chelicera هو نزوج من الأنياب الخاصين فيه وفي طبعا عندنا lateral eye وفي عندنا median eye lateral eye وmedian eye prosoma اللي هي منطقة الصدر والبطن وpre-abdomen وpost-abdomen يعني قسم الحيوان هاد إلى ثلاث أصناف أو ثلاث أقسام من واحدة body structure أو body segment رح نلاحظ انه في عندنا منطقة اللي هي البروسوما هاي بيسموها البروسوما منطقة breed-abdomen pre-abdomen منطقة قبل البطن والمنطقة العنقذية هاي اللي هي بتحتوي على مناطق السمية بيسموها post-abdomen هاي بيسموها obsithoma كلاتها طيب لو جينا على العقرب رح نلاحظ انه large body bulb هذا البيدي بالب كبير عنده abdominal stinger stinger يعني لسع هاي منطقة اللسع عند هذا العقرب طبعا scordion حساس نرجع له لscorpion منطقة مرحباً يما يتعلم شقج في هذا المكان تقلق أحد من قبل البلاء على خطة والديناس قيمتهم pioneer أو أ Ettين س تقلق أو 18 تصبيب في أ excuses ي lum suddenly وداً في بحالك من 3500 الأخير، صغيرًا هم لا يمكن أن يكون مباشرة للهنسان ومن الناس، هذا الكامل الاندية، ما إذا كامل الاندية، يأخذ النظر الأخير من أفضل المباشرة مباشرة الاندية لا يوجد لأفصاد أكبر، لكنه يملك بأمور قد التحسير وأيما يأتي الى أحد الناس، يأخذ الأنباء إلى ما يفعله خاصة العقرب الهندي. In countries like India, scorpion stings are a serious public health issue, particularly among children. For the unclad foot of an unwary youngster can lead to a painful, and in some cases if left untreated, deadly sting. Scorpions are arrackets, just like spiders, ticks and mites. They have four pairs of legs for walking, a pair of pincers for grabbing and holding prey, and mouthparts known as chelicerae used to chew food. The body tapers, ending sting as a last resort. Scorpions are shy, nocturnal animals that usually lie in wait for their prey. And once their victim is captured, either clasped in the scorpion's pincers, or are poisoned by a deadly sting. Like this roach, digestive fluids turn the meal to liquid, that can be sucked into the scorpion's stomach. And what's left, is cast aside. I'm looking at the scorpion's This is all about the scorpion's You can see the scorpions that may be able to be obtained on the symptoms of the abdomen. So, this does وهو يعمل مثل ليثل في مراحل معينة بيكون قوي كثير وممكن يؤدي إلى الوفاة وبالتالي بيكون هو من الكائنات الحيية الضارة واللي ممكن تسبب أذى للإنسان ننتقل للأوردر أرانيا واللي هي بتشمل اللي هي السبايدرز والفانكس ويد بويزنز يعني الأنياب فيه إلها أنياب خاصة وهي الأنياب ممكن تكون فيها نوع من اللي هو السموم وسلك غلاند السلك غلاند طبعا هاي بتتازل حيوانات بوجود اللي هي ما تسمى أجزاء الحريرية أو الغدد الحريرية وهاي بشكل عام في عندنا اللي هي التشيلي سيرا أو ما تسمى بالمناطق الأمامية اللي هي إلها زي الفكوك وهاي الفكوك ممكن تؤدي إلى مسك اللي هي كابتشرينج أو استياد الفريسة وإضافة لأنه فيها بروسومة اللي حكينا عنهن السيفالوثوركس السيفالوثوركس المنطقة الأمامية هاي والأبي الأبسيتوسومة اللي هي الأبدومن يعني وكأنه جسمها مقسم إلى قسمين قسم الرأس والصدر مع بعض ومنطقة البطن مع بعض ونفس اللي هن خصائص العامة اللي هي السكوربيون إنه وجود البيديبال وجود اللي هي تشيلي سيرا لو جينا شفنا شو هو المكون الرئيسي إلو أو الستركتر الانصايد of the animals منلاحظ أنه في عندنا الايز والبراين إضافة لوجود اللي هي البويزوني جلاند اللي حكينا عنها الغد أو السمية الغدد السمية إضافة لأنه في عندها اللي هي البامبينج استمك وفيه الأورطهون وبريكارديال سينيسز أوستيوم طبعا الأستيوم الفتحات التنفسية وفي عندنا داجستي في جلاند هذا الديجستي في جلاند إضافة على اللترال بلاد فيزلز هذا الأوري وهذا السلكي جلاند هاي الأينص بوكلاند هذا رح يمر معنا بعدين إنه إلو طريقة بإشي اسمه أو ما يسمى بالتنفسية أو اللي هنه الرئات التنفسية الرئات هذول بوكلاند إنه بتنفس بواسطة الرئات الكتبية يعني بتكون على شكل صفحات معينة تشبه اللي هي اللانغز طبعا في عندنا الكوكسل جلاند هاي الشيليسيرا أو الكليسيرا هاي البيديبالب اللي بمسك فيها اللي هي الفريسة إذا إذا ملاحظين ها بنقدر نقول عنه اللي هو الجزء الكبير البيانات الخاصة بالأورغنز والستركتر البيانات الخاصة بوكلاند الرئات الكتبية قلتلكو هم سموها لأنه فيها لامنلا أو لانق بلد فلو بتوين لامنلا هون لما يجي دم يدخل من هون وتصير عملية الاكستراكشن أوب لا ايرفلوين ثرو سباريكلز لما يدخل الهواء من مناطق الفتحية سباريكلز الموجودين على جانبي الحيوان تدخل على منطقة اللامنلا أو اللي هي البلد فلو بتوين اللامنلا مثال آخر دوكسيليا نقول عنه دوكسيليا تارنتولا فيه كمان نوع آخر من سبايدر بسمو بلاك ويدو سبايدر هذا النيورو توكسيليا هذا بسبب ألم شديد جدا في منطقة الأعصاب لذلك كثير من هذه الأنواع الأنواع اللي هي بتكون الاكترو داكتس ماتشن وفي عندنا نوع آخر اسمه فيدل باك سبايدر اللي هي براون ريكروس براون فيليون آد نيكرو توكسين هاي الأنواع من السبايدرز مختلفة وأماكنها مختلفة أيضا شوفوا كيف ممكن نعمل نيكروسيز في التشو ممكن تؤدي إلى كثير من اللي هي بسموها اللي هي التقرحات الدموية هاي اللي بتحدث نتيجة لسع هذا النوع من أنواع اللي هي العناكب بعد عشر أيام طبعا مناظر مؤذية نوعا ما فيه أوردر آخر تابع للتشيلي سيراتا أو الكيلي سيراتا اللي هو التكس والمائتس التكس والمائتس بختلف عن بعضهم بأنه واحد منهم بعيش بالماملز على السكن اللي هو القمل والمائتس العث اللي هو بعيش فيه على الملابس أو في المناطق الغبارية الدكتس روكي ماونتن سبوت فيبر هذولها بيسبب اللي هي التكس آر فيكتورز تعتبر من اللي هي العوائل اللي بتحمل الأمراض وهاي فيفر وهيدك ومسل بين وراش الناس اللي بيصيبهم هذا العث ممكن سير فيه عندهم اللي هو التكس بسير عندهم حرارة مرتفعة هاي فيفر إضافة لصداع شديد هيدك وألم في العضلات وراش بيجونج أون إكستريمز و 25% فاتل وداوت أنتبيوتك إذا ما أخذوا بعض اللي هي المضادات الحيوية تقريبا 25% من الحالات اللي بيصيبهم أو اللي بدخل عندهم التكس ممكن يؤدي للوفاة لذلك لازم هدول الناس اللي بيصير بالساحهم هذا التكس أو المائتس لازم يأخذوا أنتبيوتك ديرما سينتر طبعا هذا النوع من الدوك تيكس بيصيب اللي هي دوك تيكس وفيه ووت تيكس بالخشب لاحظوا هذا الشكل القملة الكبيرة فوق الزمان كانت كثير من الناس نتيجة عدم مراعاة القواعد الصحية كانت تكون بكثرة في الشعر والجلد ديرما توفاق يود هذا العث بيكون عادة مع الداست مايت مع الغبار وسبب حساسية لمناطق اللي هي الواحد غرام من الغبار ممكن يحمل 250 ألف دروبينج من هذا النوع لأنها حبات تصغير كثير لذلك لا ترابي العين المجرد أحيانا أو إذا رؤيت بتكون بسيطة جدا Chikermite larva feed on skin and dermatitis هي بشكل عام هذا النوع من اللي هي الميتس بيصيب اللي هي الجلد لذلك هو بسموه الأمراض الجلدية الخاصة طيب لحد الكرستاسيا رح نوقف اليوم ورح نعطيكو بس الكرستاسيا المرة الجاية رح نكمله بس في عندنا فيديو خاص صفايا لم تشيل السراتة بالأرث ربوت هذا الكرستاسيا بدنا تشيل السراتة هذا مراجعة مشان تعرفها بالظفر هذا مراجعة مشان تعرفها بالظفر تشيل السراتة بدنا تشيل السراتة وإنما بنتصر الدم أو الغذاء على شكل سعيد تشيل السراتة 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 قديم الاقارب تشيل السراتة تشيل السراتة يعني فيها الى العرب اليوم في عام أصحاب سخوبيا يعني فييها السمين للإنسان في عناكب نفس فصيلة اللي هي سكوابيا طبعاً الشيء اللي السيرة هنا بتتحول لان يعني Realigian إنه أربع أزواج للأقدام في منها بوزن السام هذا العث ما يسمى الميت هذا العث ما يسمى الميت الميت هذا العث ما يسمى الميت تشافة متغطة كبيرة تشافة ميت كبيرة يستشفى يستعمل من كبيرة سوف يهدو الميت هل هي القمل يهدو أصغرها تتغذى على الدم الثديات والطيور والنوع من الزوح كمسطة والطيور الحضرة جديدة تتغذية 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 حيث تتغذية 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 هذا أهم اشي كنا بنا نحكيه ان شاء الله اذا منوقف عند اللي هي الصفايلام كراستاسيا وهذا من اكبر اللي هي الصفايلام الارتروبود مفصليات الارجو ان شاء الله المرة القادمة رح ناخذ عن اللي هي القشريات او ما تسمى بالكراستاسيا رحد هون نكتفي الى اللقاء في المرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته